صدق مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن حكام خاصة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ووضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وأن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض